كابتن أحمد الفريق المفروض واخد راحة دلوقتي علشان فترة توقف الدولي طبعا عشان المنتخب واستعداداته لبطولة العالم اللي هتكون في يناير اللي جاي مفروض الفريق هيرجع من الراحة هيرجع يوم 27 27 ماشي هو المدير الفني السافر يوم الجمعة اللي جاي ديت وهيجي يوم 29 سافر الجمعة اللي فاتت اه ماشي اللي هو امبارح امبارح ومدي راحة لغاية يوم 27 وهنبدأ نعمل فترة اعداد مصغارة آآ نعم بدني ونخش بقى في الهندبول يعني ونبدأ نحضر بقى مطشات ودية والكلام ده عشان لما هنرجع تبقى هنرجع على مطش الكاس في الدور التمانية آآ فهنبدأ لازم تبقى راجع راجع على مطش بطولة فلازم اللاعب برضو ده يبقى دخل في فورمت المباريات يعني نشتغل بقى على مطشات ودية والكلام ده عشان اللاعب يخش في فورمت المباريات يبقى مستعدين ليه صحيح طيب آآ المفروض جرال ده هيرجع يوم 25 صح كده آآ ان شاء الله 25 ويبدأ التمرين على طول 27 طب من هنا لحد رجوعه وعمل تدريب معين عمل برنامج معين للعيبة ولا الاسبوعين ده راحة سلبية لا ما فيش في اللاعب اللي بلعف المستوى العالي ما فيش حاجة اسمها راحة سلبية راحة ايجابية اللاعب يشتغل من 4 ل 3 ايام في الاسبوع تمام آآ برضو عشان يحافظ على الفورمت المباريات الجاري جيم الحاجات ديات بيحافظ على البدني بتاعهم عشان اللاعب بس موازنوا ما يزيتشوا وكلام ده فمديهم برنامج شغالين عليه صحيح في برنامج المفروض كل اللاعب بشغالين برنامج لا لا كل اللاعب مختلف عن التاني مديهم برنامج يشتغل عليه صحيح طيب تمام جد آآ خلينا بقا نروح لمنتخب مصر منتخب مصر حصل انه عانى من آآ خبر سيء طبعا خلال الفترة اللي فاتت وهي اصابت يحيا خالد وهو الباكرايد بالتأكيد وغيابه هيكون مؤثر بشكل كبير جدا جدا مع منتخبنا الوطني شفت الخبر ده ازاي وشايف مدى تأثيره على منتخبنا الوطني ازاي طبعا يحيا خالد وصل المستوى في الهندبول العالي جدا طبعا هيأثر طبعا على المنتخب بصفة أساسية جامد أو اللاعب أساسي في المنتخب وبالعب في مستوى أعلى دوري في العالم النتيجة قبل البطولة كده اصابة كبيرة زي أوروباة صليبي لا عفرق قوي مع المنتخب وانا شايف بوجهة نظري ان احمد لازم يرجع للمنتخب احمد الاحمر عنده حلول غير انه هو قائد غير انه هو احمد محبوب من كل اللاعبة اللي في مصر يقدر يلم اللاعبة يقدر يبقى له حلول زي ما في مطش الأهل كده منذ العشر دقيق عمل حلول فلازم يرجع احمد في وجود غياب اصابة يحيى خلي طبعا